توططت العلاقة بين جماعة الأخوان المسلمين ودولة قطر تدريجية منذ منتصف خمسينيات القرن الماضي وشكل منتصف تسعينات نقلة نوعية في العلاقة بين الجماعة والدوحة وصولا إلى موجة الربيع العربي التي لا تزال تداعية متواصلة تبدو علاقة قطر بجماعة الأخوان المسلمين جديرة بالاستقراء لفهم راهن هذه الوشائج ومستقبلها فقد شهدت قطر تواجدا مكثفا للأخوان المسلمين ابتداء من خمسينيات القرن العشرين وقد وصلت الموجة الأولى من الأخوان من مصر إلى الإمارة الخليجية في منتصف الخمسينيات وذلك على إثر الصراع بين النظام الناصري بمصر والجماعة وكان لحملة عبد الناصر على الأخوان تداعيات سياسية في العالمين العربي والإسلامي لصالح الجماعة وبشكل خاص في المنطقة الخليجية ذلك أن عددا كبيرا منهم اضطر للهجرة وقد حل بعضهم في قطر وكان لحضور المجموعة الأولى من الأخوان بقطر أثر واضح في المساجد والمحاضرات ودور في التعليم واختيار أعضاء هيئات التدريس والمعلمين واطلعت مبادرات فردية لعناصر الأخوان بدور كبير في إنشاء التيار الإسلامي بقطر أما الموجة الثانية فجاءت من سوريا بعد الصدام الذي وقع بين النظام والأخوان زمن حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد والذي بلق ذروته في أحداث حماه مطلع الثمانينيات إثر ذلك كانت الموجة الإخوانية الثالثة القادمة من السعودية في عقاب توتر علاقة الأخوان بالمملكة في التسعينيات ومع نهاية التسعينيات وجدت حماس الفلسطينية طريقها إلى قطر بعد إبعاد قادتها من الأردن وكانت تلك الموجة الرابعة أما الموجة الخامسة والأخيرة فكانت بعد فرار قيادات إخوانية وأخرى من التحالف المؤيد لها إلى الإمارة الخليجية في عقاب الاحتجاجات وعزل الرئيس محمد مرسي من قبل الجيش عدة شخصيات إخوانية يتزعمهم الشيخ يوسف القرضاوي نجحوا في كسب مواقع مؤثرة بقطر دينيا وسياسيا ومع تولي الشيخ حمد بن خليفة الثاني حكم الإمارة بدأت ملامع التأثر بالأخوان أكثر وضوحا وتدعم ذلك بتأسيس قناة الجزيرة التي أصبحت منبرا لرموز الجماعة وتشير بعض التقارير الصحفية إلى أن ما يقارب نصف طاقم القناة هم من المنتمين للأخوان ومع انطلاق موجة الربيع العربي أصبح الأخوان المدعومين سياسيا وماليا من الدوحة في واجهة التحولات إلا أن تطورات هذا الحراك أدت إلى أخفاق ممثل الجماعة في تحقيق أهدافها وانكفاء تطلعاتها خاصة في مصر وسوريا لعوامل إقليمية وداخلية اشتركوا في القناة